كادوريم صهر الرئيس الأسبق زي العابدين بن علي يكتب تدوينه على 7 نوفمبر للناس اللي متعرشة 7 نوفمبر بطبيعة نحكي على الأشقاء المغاربة وإلا العرب 7 نوفمبر هو تاريخ الحكم لبن علي الرئيس الأسبق لا يرحمه وقادوا قبل كان رمز كبير برشا نهار 7 نوفمبر ويحتفلوا به العباد بين سورة وولدت ثورة 14 جنفي هما اللي يحتفلوا بيها لكن كادوريم اليوم نحكيه عليه هو اللي كتب تدوينه على 7 نوفمبر شنو أقال رغم اللي هو طلق بنته طلق بنت بن علي نسرين لكن قد وفي لي بعض الأشياء وعمل بعض المقارنات كتب 7 نوفمبر قبل التوينسة كانوا يحتفلوا به هما فرحانين وشبعانين ويحسوا بالأمن وينعموا بالأمان اليوم مع الأسف وهذا واقع توينسة جاعوا ولو يبربشوا الزبلة ويبيعوا كلاويهم بش يكلوا واللي يقول تواخير خطر ما يعرفش الجوع وعمره ما بيت جعان اليوم بنتنا يغتصبوا ويقتلوا في وضح النهار وما يتكلم حد ومن محاصن الصدف أصبحنا أكبر مصدر مش للطيرات ولا للكراهب لكن للإرهابيين فشكرا سيد رئيس وسينصفك التاريخ رغم أنف الجاهدين وناكري الجميل وقالبي الفيستا لعلها لعنة القدر المحتوم بش غلطونا كما غلطوك لكني متأكد أن التاريخ سيلفضهم إلى شواتي الخيبة والنسين حرر هذا لمن يهمه الأمر المتوسط